احتمالية تأجيل لعبة جي تي اي سيكس والسبب يرجع لموجة اضراب بين المؤديين داخل اروقة روكستار والدباب اللي انت شايفه قدامك حديث مجتمع ومحبين لعبة جي تي اي سيكس لان اللي انكتب عليه يحمس اللي ما يتحمس سلام عليكم كيف حالكم يا جماعة الخير ان شاء لكم طيبين ومبسوطين امس وانا في امان الله فجأة الدنيا انقلبت حرفيا من فوق تحت من مرضى اسمها س اي جي اي اف تي ار اي انه يا جماعة اضراب عام ما عد نبغى نشتغل وقفوا شغلكم وهذا الموضوع طبعا اكيد بيسبب تأجيلات ولخبطة كثير انا قلت انا دقيقة دقيقة فيه فيه انه في الموضوع بس قبل لا نبدأ جماعة الخير حابة اذكركم انا احمد الكياد من في جي فوريس اشتراكك لايكك انا شرطيكم الصحة والعافية والهم من هذا كله اذا من تعير تشارك معنا وتكتب اي حاجة صلي عن نبي خلونا نبدأ قبل لا ندخل في التفاصيل لازم اول شي نفهم مين هم اصلا هذول الاسمهم S-A-G-A-F-T-R-A هذا جماعة الخير عبارة عن اتحاد نقابي يمثل الممثلين والعاملين في صناعة الترفيه في الولايات المتحدة الامريكية بشكل عام يعني خلينا نبسطة هذول بيحمون اللي بيشتغلوا في هذا المجال بشكل عام والاسم الكامل لهذا الاختصار الاسمه S-A-G-F-A-F-T-R-A Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists وهو حرفيا اتحاد بدأ من سنة 2012 من خلال دمج نقابتين مع بعض اللي هم حقين الراديو وحقين التلفزيون صاروا كده داخلين في بعض الصلاحيات والهداف الخاصة فيهم يقدروا يتفاوضوا لك على شروط العمل والوجور الفوائد الصحية ومزايا التقاعد بشكل عام الدفاع عن حقوق الأعضاء بحيث انهم يضمنون ان يكون فيه تعامل بيئة جدا ممتازة الاضرابات طبعا الاضرابات هذه تعتبر اقوى سلاح موجود عندهم بحيث انه اي جهة ما هي حابة تسمع الكلام قالوا له موقف الشغل بناء طبعا على العقود اللي موقع ما بينهم هم كاتحاد معه اي احد يعني شغال بشكل عام في مجال الترفيه يعلموا ويدربوا ويدعموا كمان قانونيا بحيث يقدروا يدافعوا عنك في الامور اللي وصلت للمحاكم يحمون حقوق الأعضاء خصوصا انه المجال هذا مليان في تحديات وتنافس جدا عالي وغير المتغيرات اللي متصيرها بين فترة وفترة بالاضافة جماعة الخير تعزيز المعايير المهنية يعني يرفعون من الجودة والمستوى ويحافظون عليها في جودة معينة وهذا اللي بيخليهم دائما متفوقين لو تلاحظوا لجانب في المجال ذا بشكل عام لانه ما شاء الله الجودة مرتفعة عندهم التضامن وطبعا هم بحكم انهم اتحاد فشي جميل انهم يكونوا يد وحدة بحيث انهم زي ما سارب او زي ما حان 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 حنتكلم عن الحركة اللي سووها في اكثر من مرة من يوم ما اتأسسوا وطبعا لو بحثوا يا جماعة الخير شوية بس في جوجل حتعرفون من المثلين والمؤديين اللي ما شاء الله داخلين معاهم بشكل عام بعيد على الموضوع بس الجيميج يعني بشكل عام معاهم ناس ترى جامدين في المجال يعني كان لهم تأثير نرجع ذحينا لمحور واهم حاجة عندنا فيما يخص لعبة جي تي اي سيكس امس طبعا زي ما قلت لكم فجأة ناس تكلمت على انه في اضراب حيصير وعلى كلام طبعا اودري كولينج اللي تعتبره متحدثة باسم الشركة ببريد الكتروني طبعا هذه المقالة نازلة حتى في كوتاكو جيمز اتكلموا عن الموضوع ويقالوا انه بعد ما جالسوا مع الشركات في الفترة هذه الاخيرة خلينا نقول قدروا يوافقون او قدروا يأكدوا على الاربع وعشرين بند من اصل خمسة وعشرين خلينا نقول بند مقترح من ضمنها زيادة الاجور وغيرها كمان مميزات اللي كانوا يحتاجونها خصوصا انه احنا نتكلم اليوم عن مشكلة كبيرة جدا واللي هو الاي اي واستخدام الذكاء الاصطناعي في عالم الالعاب لانه ممكن بسبب الاي اي 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 انا اقل الموظفين واطرد الموظفين واعتمد على الاي اي اي وبسبب هذا الشي قدروا ان احنا لاحظنا قبل فترة سمعنا برضو عن اضراب سار وقدروا يجبرون الشركات انهم يتعاملوا معهم بعيد عن موضوع الاي اي طبعا بضمانات بعقود معينة بشروط معينة هذه هي فائدة المنظمة هذه نرجع دي حين ال جي تي اي طبعا فجأة من ضمن الشركات اللي كمان ذكروها لانه ترى حتى لعاب الاونلاين داخلة ترى كمانا في الموضوع واللي هي لعبة جي تي اي سيكس او في اي وطبعا هم كانوا رامزين لها باسم امريكا تعرفون زمان كان حتى في التسريبات المكنا نغطي كانوا بيسمون جي تي اي سيكس امريكا عساسا لا تنتشر اخبارها كثير زي الكود نيم خلينا نقول فهذه واحدة من الاشياء اللي كانت واحدة من الالعاب اللي كانت متأثرة فاللي صارت الحين حاليا يعني وانا قاعد اقرأ المقالة حتى امس وممكن اوريكم حتى التغريدة اللي نزلتها ليش لانو كاتبين في المقالة نفسها انو الالعاب اللي بدت قبل اواخر العام الماضي هذه ما لها علاقة يعني العام اللي هي سنة 2023 قبل نهايتها اي لعبة بدت من قبل الفترة هذه ما عليهم اي اشكالية فانا قلت دقيقة طيب انت ايش دخل جي تي اي سيكس في الموضوع اثارة جدل ولا ايش بالضبط لانو ما هو منطق انو كنت تسوي لي مقالة وتقول انو احنا مسوين اضراب وانطالب والاي اي ومدري ايش وتحط اسمها شركات من ضمنها تاك تو ومن ضمنها بالتحديد جي تي اي كذا انت محددها بالاسم فالموضوع كان جدا غريب لانو فيه تضارب وفيه اشياء ما هي واضحة اصلا في المقالة نفسها فطلع فعلا انو الموقع ثاني يوم اللي هو اليوم اللي انا بسجل فيه قام عدل المقالة وقال جي تي اي سيكس ما لا علاقة في الموضوع الامور تمام احنا مانا شغل طيب يا جماعة الدربك اللي سويتوها خلال ال 24 ساعة و 48 ساعة ذي لاخيرة ليش تدوروا شهرة ولا انا ماني داري صراحتك خاصة انو اصلا مو ناقص جوم هو روكستار انو يسن مع اخبار زي كذا لانو من كثر من الواحد متشوق ساني يحس انو ممكن اي حاجة حتسير حتكنسل لك اللعبة اه رئيس جديد جا نظام جديد جا قوانين جديدة جا خلاص الناس كذا صار عندهم تخوف من كثر الصبر والانتظار جماعة الخير فحاب ااكد يعني ما احنا ما نبغى كمان ناخذ الخبر بطريقة خلينا نقول فيها ضمانة 100% والامور طيبة بس خلينا ناخذها كذا بطريقة نوعا ما بسيطة انو ان شاء الله ما حيصير شيء يعني بالكلام اللي احنا شفناه والبيان والتأكدات اللي صارت باية انو جي تي اي في السيف سايد لكن هل معناته انو ممكن ما يصير شيء لا احنا ما نضمن ليش لانو في النهاية القانون هذا في مصلحة الكل ما هو في يعني مثلا بعض الشباب يحسب انو بس في المؤدينة الصوتية مثلا جيسون والوسية لا 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 بشكل عام اي احد بيشتغل في هذا المجال يشمل القانون ده طول ما انو في عقود ما بين المنظمة والمظفين اتمنى بس تكون الفكرة واصلة لاحظت بعض الشباب بيقول لي لا هو سيريس زيل لينك ترى طلع وقال انو احنا ما لنا صلاح وانو حمشوفه مع كامل احترامي السيريس زيل لينك انا كملي اذا احنا في المجال ممكن بكمل 13 سنة هذا الادمي على قد ما يعطي عوده على قد ما يقول كلام ترى ما ما تقدر توثك فيه ليش لانو هو في النهاية مدير تنفيذي المدير التنفيذي بيكون شايف الموضوع بزاوية كبيرة جدا من غير خلينا نقول تفاصيل صغيرة تفاصيل الصغيرة هذي بتكون داخل الاستوديوهات ابعطيكم مثال زمان احنا لاحظنا مثلا مشاكل تيك تو مع حقين المودات ومنعوا وقالوا ما نبغوا ومدريش في النهاية روكستار جات وفضت الموضوع في فترة من فترات تكلم عن دعمهم لردد وانه حيصير حينزل وحنسوه وحنفعل وفي النهاية يتغير هذا كله مواضيع كثير صراحة لاحظنا بيقول كلام وبيصير شيء ثاني فسلوبه دبلوماسي وهذا طبعا شيء طبيعي في شخص يعني بذل منصب وبذل الإمكانيات بهذا القوة لازم يطلع بهذا الشكل زي لما نتقول مثلا هل في مشاكل عندكم بيقولك لا الأمور تمام بينما الإعلام بيطلع لك إنه لا ترى في مشاكل وفي أمور قاعدة تسير داخل الستوديوهات غير اللي قاعد يطلع منه بشكل يعني رسمي فأنا اللي بس أبوصيه إنه لا تأخذون الموضوع من زاويته إنه 200% بس هذا اللي أنا يهمني ختاما يا جماعة الخير هذا الدباب اللي انتم شايفينه قدامكم نزل مع إضافة دباب بيتزا حرفيا نحن نسميه دباب بريتا عد ما دري انتم شا تسمونه أكتبوا لي تحت فالفكرة يا جماعة الخير إنه أنت توصل بيتزا ما علينا من ذا كله لو تجي تدققون في الدباب خاصة من الخلف هو هذا حديث المجتمع إنه مكتوب OCT واختصار لأكتوبر وبعدين فيه مكتوب عندك رقم أربعة فالناس مسكت في رقم أربعة وربطتها مع أكتوبر فيعتقدوا إنه ممكن يصير شيء في أكتوبر ممكن القادم أو ممكن تكون اللعبة مخططة إنها تنزل أصلا في أكتوبر من سنة 2025 وهذا بيخلينا أختم مع حاجة جدا مهمة جماعة الخير ما تلاحظون إنه دائما الأشياء هذه أو الكلام ده بيصير قبل كل ربع بيصير شيء غريب يعني مثلا بديكم مثال جلسة المستثمرين الأخيرة طلعت روكستار وتكلمت وقالت يا جماعة ترى اللعبة حتنزل السنة الجاية في نهايتها قبل جلسة المستثمرين فاكرين الآن في جلسة المستثمرين جاية قريب بدأ يطلع عنها كلام وبدأ يطلع التاريخ ذا فهل معناته حيكون في شيء حنشوفه قبل جلسة المستثمرين القادمة ممكن مثلا موعد تريلر ممكن مثلا تكون صور أو حتى ممكن تريلر بكبروا ينزل ونشوفه مع بعض فما أحس الموضوع عادل الأمان إنها غريبة إنها صدفة قاعدة تسير دائما لما تكثر البلبلة بيكون الوضع هادي يعرفوا يوقتون صح في البلبلة هذي بشكل عام ما أعرف أنا هذا رأي صراحة ومتحمس أشوف رأيكم تحت في قسمة التعليقات كمان إنه كفيت ووفيت هذا الخبر بالنسبة لي يعني جدا مهم إنه نطلحه واعتذر صراحة للناس المنتظرين زي سلسلة أخبار دسمو إلى آخر بس دائما جي تي سيكس أنا معطيها الأولوية فنشوفكم إن شاء الله في مقطع قريب قادم وإذا فاضين سيروا علينا على القناة الثانية تحبكم الصحة والعافية كما معكم أحمد براون والكادي من في جيفوري مع السلامة